موسيقى السلام عليكم لا تزال عيادات ومستشفيات ولاية بجاية تستقبل المرضى الذين يعانون من الإسهال الحد والقي وارتفاع الحم فيما تبقى العراض غير خاطيرة وذلك في انتظار تحدد أسباب انتشار المرضى المجهول خاصة وسط التلاميذ وفي هذا الصدد استقبلت الأربعاء يدت بارباش بولاية بيجاية العديد من المرضى المصابين بالعراض المذكورة من بينهم تلاميذ في طورة الابتدائي وصبوا فجأة بمرض غريب نتج لدى أوليحهم مرتفع وإسهال وقايحاد ولحسن الحظ فقد غادر الجميع العيادة بعد فحصهم وتقديم الدواء اللازمة وفي هذا الصدد قررت المصالح المعنية غلق الفور للمؤسسة والشروع في تعقيم كل المرافق تابعة لها وحسب رأي طبيب عيادة بارباش فإن جميع الحالات المسجلة غير خطيرة ولا تستدعي القلق ترجمة نانسي قنقر